تشهد حديقة الفنون إقبالاً كبيراً من المواطنين في الاحتفال بالأعياد مع وجود مساحة كبيرة لألعاب الأطفال التي رسمت الفرحة على وجوههم حيث وسخر العاملون بالحديقة إمكانياتهم لخدمة المواطنين المحتفلين وتوفير كل الأجواء المناسبة وتأتي هذه الجهود ضمن خطة لتهيئة الحضائق والمتنزهات لإسعاد المواطنين خلال احتفالهم بعيد الفطر المبارك أجواء مبهجة لا زالت تتسم بها الحضائق والمنتزهات المختلفة احتفالاً بأجواء عيد الفطر المبارك ولكن هذه المرة كانت حديقة الفنون بمنطقة المنيل شاهدة على فرحة الأسر التي قصدت الحديقة كوجهة للتمتع بموقعها الجغرافي المتميز الذي يطل على نهر النيل والتمتع بالمساحات الخضراء والتقاط الصور أمام هذا المنظر الجمالي الرائع طبعاً هي حديقة قريبة لمنطقة الجيزة كويسة ونظيفة وعلى النيل فالناس بتستمتع بالجو واللي عايز يركب مركب بيركب وكيف صلوهم طيبين أول حاجة عدت هنا كالت وبعري كنا لعبت شوية ودخلت الملاهي لعبت وبصراحة الجو حلو جداً وأنا يعني أكتر حاجة عجباني في المكان هنا للقعدة والنيل والمراكب يعني أكتر حاجة حلوة عشان الملاهي وكمان الجنينة بتبقى حلوة وكل حاجة بتبقى فيها حلوة حديقة الفنون التي تقع على مساحة أكثر من خمسة آلاف متر مربع تتميز بتنوع أماكن الجلوس واصطفاف الطوالات على ضفاف النيل وتناول المأكلات والمشروبات بأسعار مناسبة وتعد من الأماكن التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين في الاحتفال بالأعياد مع وجود مساحة كبيرة لألعاب الأطفال التي رسمت الفرحة على وجوههم طول عمري باجي هنا والأقواء هنا جميلة طبعاً وعلى قد إيدينا جيت وبسطت ولعبت وجنينة حلوة ما شاء الله وفيها هوا والشمس حلوة كل حاجة حلوة وهنا الأسعار حلوة فعلاً جميلة والخدمة حلوة جداً والناس محترمين والله والأسعار جميلة جداً مكان جميل جداً ومنظم وحاجة زي الفل يعني الحمد للب أمين عوضنا على حاجات تانية بجينا كل عيدة بقدي أجلس العيد هنا مع عائلتي مكان هنا بيعجبني الخضرة بقى وجود والبحر وكده والملاهي مكان حلوة الأجواء حلوة والاختلاط هنا مع الناس حلو والنيل وكل حاجة العاملون بحديقة الفنون سخروا إمكانياتهم وكرسوا جهودهم لخدمة المواطنين المحتفلين وتوفير كل الأجواء المناسبة للتمتع خاصة مع وجود تقس معتدل يسمح بالاستمتاع داخل الحديقة وتأتي هذه الجهود ضمن خطة لتهيئة الحضائق والمنتزهات لإسعاد المواطنين خلال احتفالهم بعيد الفطر المبارك محمود جميل التلفزيون المصري